مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إليترية التي نتناول فيها موقف أسمر من مبادرات حل الأزمة السودانية قد أعلن طرفي النزاع في السودان عن موافقتهما للعودة لاستئناف المفاوضات عبر منبري جدة تحت وساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لوقف الاقتتال وإحلال السلام يتذلك عقب انتهاء اجتماع رؤساء دول الجوار السوداني في القاهرة وكانت قمة القاهرة قد وجدت تجاوبا وإشادة من الرئيس الإيرتري سياسة فورقي الذي خاطب القمة وشدد على الحفاظ على سيادة الدولة السودانية ووحدة أراضيه يذكر أن إيرتريا لم تبدي تفاعلا مع مبادرة منظمة الإيقاد رغم أنها عضوا في المنظمة كما لم تعلق بشكل صريح على استماع الرباعية غير أن فورقي رفض مخرجاته بطريقة غير مباشرة إذن ما هو الموقف الإيرتري من مبادرات حل الأزمة السودانية وهل تدعم إيرتريا من برجدة رقم موقفها المعادي للولايات المتحدة الأمريكية هذه الأسئلة وغيرها طرح على ضيوفي معه هنا في الأستوديو المحل السياسي لأستاذ عبد الرحمن السيد ومعنا من باريس الباحث في شؤوننا الأفريقية محمد تورشين فمرحبا بكم وبهم أستاذ عبد الرحمن اللعلي أبتدأ معك مرحبا بك أولا موقف إيرتريا من مبادرات حل الأزمة السودانية بشكل مجمل قبل أن نخوض في التفاصيل كيف يمكن قراءته؟ الموقف المعلن هو أن حل مشكلة السودان يجب أن يكون سودانيا محليا وهذا طبعا ديبلوماسيا كلام مقبول يعني باعتبار أن التدخلات الخارجية أحيانا يكون فيها أجندات خفية ولهذا تعقد الأمور أكثر من ما تسهل حلها فمن هذا الباب الموقف المعلن أن حل المشكلة السودانية بأياده وعقول سودانية مقبول ديبلوماسيا لكن في واقع الأمر الآن القضية السودانية بدأت تتشعب وأصبح فيها الآن لاعبين من خارج السودان فلا يمكن في مثل هذه الأحوال حل المشكلة السودانية أو ترك حل المشكلة السودانية للسودانيين وحدهم على كل الأطراف المعنية بالشأن السوداني سواء كان من قريب أو بعيد عليها أن تكون جزء من أي حل وهذا متعارف عليه مثلا في فض النزاعات فهناك مثلا في الدائرة الأولى البرامري أكترس هما يكون ممكن الدعم السريع والجيش السوداني لكن في الدائرة الثانية تكون ممكن دول أخرى وربما حتى منظمات أخرى مثل فاغنر وغيرها فلهذا أي حل أو طرح لفض أي نزاع عليك أن تأخذ في الاعتبار الدائرة الأولى والدائرة الثانية وحتى ربما الدائرة الثالثة فتحاول أن توزن مسالح كل هذه الدوائر إذا كانت متصالحة مع الحل المطروح فمعناها الحل سيكون مستديم يعني ممكن له نسبة كبيرة في النجاح في حال لكن الحل يتعارض مع مصلحة من مصالح الفئات المتناحرة سواء كانت في الدائرة الأولى أو الثانية أو الثالثة فمعناها ستكون هناك صعوبات ولهذا تلاحظ في السودان مثلا يعني كثير من الاتفاقيات حتى لوغف اطلاق النار يعني تفشل معناه هناك في من لا يرى أي مصلحة في إيقاف الاختطال في هذه النار نعم فلهذا سبب طرح إريتريا مثلا ترك المشكلة السودانية للسودانين قد لا يكون واقعي قد يكون ربما ديبلوماسي فقط لكن نستطيع أن نستصحب كلام الرئيس السياسي مثلا في قمة القاهرة لدول جوار السودان وهناك قال كلمة مهمة وهي أن مؤازرة دول الجوار للسودانين للوصول إلى حل نعم إذا كان فعلا هذا هو الطرح الموجود قد يكون له واقعية أكثر بمعنى الدول الجوار السوداني هي ربما تكون الدائرة الثانية المعنية بالشأن والأمن السوداني مثلا لو أخذنا مصر بالنسبة لها السودان هو العمق الاستراتيجي نعم فلا يمكن أن يكون هناك حل في السودان ما لم يتصالح مع مصلحة مصر الاستراتيجية في السودان سواء كانت المتعلقة بالحدود والتداخل الديمغرافي أو حتى بنهر النيل وسد النهضة وغيره فهناك فيه اهتمام وكذلك طبعا الروابط التاريخية بين مصر والسودان بنفس المقدار هناك تشاد واللي تشاد أيضا تداخل مع غرب السودان فبالتالي يجب أن تشاد أن تكون جزء من أي حل وكذلك تكون راضية وداعمة لأي طرح للحل بنفس المقدار جنوب السودان وأثيوبيا وإلى حد كبير كذلك إيرتريا بالذات إيرتريا في النحية الشرقية لها مثلا تداخل أيضا مع شرق السودان فالأمن في شرق السودان وفي السودان عموما له تأثير أيضا على الأمن الإيرتري فيبدو إذا كانت هذه الدول المجتمعة في القاهرة قررت أن تتفق على استراتيجية معينة لدعم السودانين للخروج من هذه المشكلة تكون هذه ممكن أقرب للنجاح منها لأي مبادرة أخرى تطرح من أي جهة أخرى نعم طيب ابقى معي أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك محمد ترشين محمد يعني استكمالا لحديث الأستاذ عبد الرحمن كيف تقرأ كلمة الرئيس السياسي في فرقي السيما أنها وجدت صد واسع لدى المجتمع السوداني وسواء المؤيدين للجيش أو قوات الدعم السريع في البدد التحية لك والأصفة الكريم وكذلك للسادة المشاهدين الأثار هو بلا شك بالرغم أن موقف إريتيريا إزاء قمة الإيقات لم يقم بنفس الحماسة ولم يقم بنفس مستوى التمثيل الذي حظيت به قمة دول جوار السودان في مصر أو في القاهرة فأنا في تقدير مشاركة السياس أفورغي في قمة دول جوار السودان في القاهرة منح الدور الإريتري خطوة نحو الأمام بمعنى أن في المرات السابقات كانت إريتيريا دائما ما تكون منكفعة على ذاتها بالرغم أن إريتيريا بالمنازمة من الدول التي لديها معلومات ولديها معرفة حقيقية بالأزمة السودانية بمختلف توجهاتها وتجعوباتها وداخلاتها مثلها مثل مصر ولا حد ماجنو والسودان والشات فبالتالي أنا في تقدير مشاركة أسياس والتقدم كلمة أريتريا في قمة القاهرة والتأكد بأن ينبغي الحل أن يكون داخليا هذه الكلمات أنا في تقديري نالت ترحيب وإعجاب الطرفية لأزمة في السودان الجيش والدعم السريع لكن طبعا إذا أريدنا أن نسقط أو نسقط هذه الفرضية الأرض الواقع أنا في تقديري من الصعب جدا بمعنى أن قبل اندلاء هذه المواجهات في أبريل كانت هناك فرص بأن يكون الحل السوداني سوداني وأن تنضي الحياة السياسية والفترة الانتقالية نحو نهاياتها لكن ونتيجة لفشل فرقاء الأزمة السودانية ممثلة في المكون العسكري وكذلك القوى السياسية في إيجاد سيغة مرضية لكلا الطرفين متمثلة في قضية القضية الجوهرية والأساسية التي هي الدمج للدعم السريع في الجيش السوداني ومسألة قيارة وسيطرة الدعم السريع فضلا عن ذلك كيفية تغفير أن نستطيع أن نقول مهرج أو حضور سياسي لقيارة الدعم السريع كان هذا هو الهدف الرئيسي أو الأزمة تشكرت تفجرت من هناك لكن الآن بأي حال من الأحوال المواقع ستتغير كثيرا وفي تقدير تصريح السيد أسياس أفوركي يمكن أن يكون أكثر فعالية وأكثر أثرا إيجابيا إذا مضت قدما أيريتيريا في التدخل أنا في تقديري ليس التدخل السالب وإنما التدخل لمحاولة حروضة الأوضاع إلى الأمن والاستغرار بمعنى أنه الآن أكثر الدول تأثرا وتضررا بهذه الحرب الدول المجاورة للسودان وإن كانت النسبة للتضرر والآثار نسبية لكن أيريتيريا هي من الدول المجاورة للسودان وبالتالي الحرب بالرغم من أنه في الشريط الحدود أو في شرق السودان لم تكن بنفس فعالية في القرطوم أو في دارقور أو في بعض المناطق الأخرى لكن بأي حال من الأحوال إذا استمرت هذه الحرب أكثر فالتداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماع ستطل أيريتيريا أنا في تقديري الآن الموقف الأيريتري يمكن اقتراءاته أول فهمه بشكل جيد بتوقف في مشاركة أيريتيريا في الاجتماع المقبل المناقض في إنجمينة بمستوى وزراء الخارجية لتنسيق بلورة موقف موحد من قبل دول جوار السودان إذا الأزمة السودانية كان في تقدير إذا كان شاركة أيريتيريا ربما من خلال مشاركة أو من خلال الكلمات أو الأوراق التي تقدمها لمحاولة تقديم تسهيلات أو معاونة السودانين كما سمم السياسة فوركس ستكون محاولات جادة ومحاولات موضوعية الغرض منها المزاهمة أو التوصل أو الضغط لأطراف تقديرية كرت مهم جدا وذلك من خلال الزيارة التي قام بها غنايا برئيس مجلس السيادة إلى أسمر ومارك عقار كذلك محاولة أيضا القوة السياسية التي الآن تزعى في جولات خارجية لدول المجاورة للسودانين أن أتصل أسمر كل هذا يؤكد بأن أيريتيريا حاضرة ولا تأثير كبير جدا من خلال الماضي من خلال استضافتها لمؤتمر أسمر الكثير من الأسرار وكثير من مقامنا القوة إزاء الأزمة السودانية طيب محمد رأيك في استئناف مفاوضات منبر جدة سيما أن أحد بنوت مخرجات القاهرة كان ينص على دور دول الجوار للسودان وتشكيل ألية من وزراء خارجية الدول الجوار وعقد اجتماع الأول في تشاد برأيك هل يمكن أن تكون كل المبادرتين مكملات أم أن هناك تعارض في مصالح هذه الدول كما ذكر أستاذ عبد الرحمن هنا حتى الآن أنا في تقديري ما يوجد تعارض كذا يعني واضح المعالم أو تضارض مصالح يصف بشكل أو بآخر إلى تعقيد الملف أو القيمة دول الجوار السودان بمخريات وتصورات أمعتبر حتى الآن التصورات لم تتبلور بالشكل الكامل والنهاي لكن من المدق أنها تتبلور وفي تقديري هذه الدول بتزعى بشكل لو بآخر دول الجوار السودان أن الأزمة السودانية يتم الصيضر عليها وإحتواء حتى لا تتجاوز آثار وتدعيات الإنسانية والأمنية والسياسية وحتى الاجتماعية حدود السودان أو تأثيراتها تتجاوز الدول الآن التي تتأثر بهذه الأزمة بشكل أكثر كجنوب السودان كمصر كأسيوبي إلى حد ماوي وككت فبالتالي أنا في تغيير الآن يمكن تماما أن هذه التصور أو الرؤية لدول جوار السودان يمكن أن تكون هي جزو ويتم إشراك في مباحثات السعودية ومباحثات جد برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لماذا؟ حتى يتم منحة مزيد من القوى بإشراك أطراف لديها مصلحة حقيقة في أمن الاستقرار السودان فضلا عن ذلك كل ما كانت الأطراف التي لديها مصلحة بأن تكون الأوضاع في السودان هادية بشكل أو بآخر عن تقدير الفاعلية في التجاوب تكون أكثر وهناك أيضا خطورة يمكن أيضا أن تكون سلح زي زو حدين وهي مزألة أن هناك أطراف لديها مصالح منتضاربة في الأزمة السودانية مثلا الجارة أسيوبيا بشكل أو بآخر على المدى الاستراتي عن تقدير أسيوبيا لا ترغب أن يكون هناك دولة سودانية قوية من خلالها أن تستطيع أن يكون في حوار جاد حتى يتم معالجة القضايا محل الخلاف كخضية الفشقة أو خضية المياه وصد النهضة وما إلى ذلك عكس مثلا أريتيري عكس الجنوب السودان عكس مصر الذي تفتكر أن السودان لا أبل أن يكون مستقر وتحت حكم جمولة عسكري فبالتالي يمكن أن يسهل التعاون فبالتالي أيضا تباين كهات النظر والأطروحات لجول الجوار حول الأزمة السودانية وطبيعة النظام السياسي الموجود في الخطوم للتعاطي مع مصالحها أيضا ربما يشكل عائع إذا لم تكترث هذه الدول بمصلحة السودان أولا وحاولت أن تجعل مصالحها هي طاقة وصمرة قادة جنداتها وضحت الفكرة السيد محمد ابقى معي السيد عبد الرحمن بالعودة إلى قمة القاهرة هل برأيك كانت موفقة في على الأقل تجيير الخلافات الواضح التي كانت خاصة في الموقف الكيني الأثيوبي وبدرجة أقل لأفريقيا الوسطى مقابل موقف مغاير لهذه الدول من قبل أريتريا ومصر أعتقد المبادرة كانت ناجحة لأكثر من سبب وبعض منها تطرغ إليها الضيف الكريم من باريس أولا إشراك دول الجوار هذا مهم جدا أي مبادرات أخرى ما لم يكن دور فاعل لهذه الدول المجاورة فنسبة النجاح تكون أقل بكثير جدا لأن التأثير واسع والدولة السودانية هي دولة واسعة متداقلة مع كل دول الجوار فهذا مهم جدا الأمر الثاني أخذ مصر للمبادرة والقيادة لهذه القمة لجمع دول الجوار أيضا مهم جدا لمصر طبعا تتوفر الإمكانات يعني سواء كانت المؤسساتية والعسكرية والاستخبارات وغيرها ربما سياسة الفرقي ركز على هذه النقطة أمام الرئيس أبتاة السيسي أنا ذكر أن مصر لديها هذه الإمكانيات لتوفير مثل هذه المنابر إذا كان فعل ذلك فهو يكون محق بالفعل يعني فلمصر فعلا تتوفر لديها الإمكانات أكثر من ما هو متوفر لدى إريتريا وتشاد وربما حتى بالتأكيد جنوب السودان الدولة حديثة ما زالت أثيوبيا يعني هي صحيحة دولة مجاورة للسودان لكن أعتقد الدور الرئيسي سيكون في الغالب بقيادة مصر ومن ثم بمشاركة فعالة لإريتريا وتشاد ومن ثم بأقل يعني دور طيب دعني أركز معك في الموقف الأثيوبي أبي أحمد لعب دور يعني ربما كان وسيط جيد إذ بان الأزمة بين القسمي المدني والعسكري نعم وأيضا حتى في مسارات جوبا المسارات الخمسة كان لأبي أحمد أيضا بصمة واضحة ما الذي تغير الآن حتى يعني هذه الحدية في الموقف الرسمي السوداني موقف الجيش وموقف أبي أحمد هي الدولتين في الوقت الحاضر أثيوبيا والسودان تمر بمنعطف خطير جدا يعني في علاقاتهم في داخلهم داخلهم طيب كل دولة على حدة بتمر الآن بمهددات وجودية يعني في أثيوبيا حرب أهلية يعني موجودة في الشمال والجنوب والغرب والشرق يعني وكذلك في السودان فلهذا دور أبي أحمد في بدايات حكمه والآن ليس هو نفس الدور يعني هو غير مستقر حاليا حتى في السيطرة على أثيوبيا بأكملها فما بالك بأن يطرح مبادرات ويحل مشكلة مجاورة لكن هذا لا يمنع أن يقوم بمبادرات لكن في الوقت الأخير في العوينة الأخيرة مبادرة إيقاد لم تكن موافقة يعني بمعنى يعني كما قلني إيقاد مثلا مصر ليست عضو فيها كذلك تشاد فبالتالي وهذه الدولتين مهمتين بالنسبة للشأن السوداني وما يدور في السودان فلا يمكن أيضا أن تنجح مبادرة إيقاد بدون مشاركة مصر وتشاد بالإضافة إلى هذا هناك كانت تصريحات أيضا من الرئيس وزراء أثيوبيا وكذلك الرئيس الكيني لم تكن مرحب بها في الخرطوم فلهذه الأسباب الآن الدور الوسيط عادة يجب أن يكون مقبول لدى كل الأطراف يعني وهذا القبول حاليا غير متوفر لأبي أحمد حتى يلعب هذا الدور نعم طيب محمد تورشين برأيك يعني هذه المواقف السلبية كما وصفها على الأقل مناصرية المجلس العسكري من كينيا وأثيوبيا خاصة الموقف الأثيوبي برأيك هل هذا الموقف نابع من التجربة الأثيوبية في الصومال والتدخل العسكري سواء عن طريق القوات حفظ السلام الاتحاد الأفريقى والقوات الأثيوبية بشكل مباشر أم أنه نتيجة لتباين الأراء فيما يخص سد النهضة والأزمة الحدودية في الفشقة أنا في تقديري العوامل الكثيرة ونصتها نقول أنها مجتمعة وهناك جانب أيضا مهم جدا أثيوبيا في توجهاتها وفي سياساتها الخارجية بتزعي أنها تكون هي دولة مفتاحية ودولة إقليمية تأثير كبير جدا على الشأن الشرق الأفريقي أو في منطقة القرن الأفريقي بشكل كبير جدا وهذا ملحوظ تماما في تدخل في الصومال وكذلك دور الذي أشار له الأستاذ الكريم في السودان إبانا لسقوط نظام عمر البشير وغيرا من الأزمات الإغليمية التي كانت فيها أثيوبيا حاضرة أفضلا عن ذلك أنا في تقديري هذا التصلب أيضا ربما أثيوبيا إبانا الحرب الأخيرة التي انتلعت بين الحكومة المركزية جفة تحرير التجراء وتوتر العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ربما الآن هي متحمسة إلى هذا الحد ربما حتى الترقب في أن تعود كلاعب محوري وكلاعب مهم جدا للإدارة الأمريكية في المنطقة باعتبار أن مؤخرا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على كينيا كثيرا أكثر من أثيوبيا وكان من قبل كان الاعتماد على أثيوبيا أكثر من كينيا فأنا في تقدير والإضافة إلى المؤشرات السابقة قضية الحرب أثيوبيا معلوم أنه بتنور بأزمة في الانفجار التموغرافي ولديها إشكاليات حقيقية في مسألة الأراضي الخصبة وتوفير المؤارد القذائية وما إلى ذلك وهو في السابق كانت تتمدد بشكل كبير جدا في مناطق الفشل وهو هي من أخصب الأراضي الزراعية في السودان لكن عندما بدأت القوات المسلحة في استعادة بعض الأراضي توترت العالي أكثر بين الجانب السودان والجانب الأثيوبي فضلا عن ذلك الموقف السوداني غير متزن أو غير واضح المعالم في قضية صد النهضة تارتا عندما تم التوقع على اتفاق الإعلان المبادئ في نظام عمر البشير كان الموقف السوداني أقرف للجانب الأثيوبي لكن سرعان ما تغيرت هذه المواقف في إجبار الحكومة الانتقالية حتى في إجبار الحكومة الانتقالية كانت الرؤية السودانية غير متزنة وغير واضحة تارتا مع أثيوبي وتارتا مع مصر حتى الآن لم تكن هناك أو تطبع الرؤية السودانية وهذا أيضا من الإشكاليات التي دائما تزعى أثيوبي وهي تعتبرها من قضاء الأمن القومي كما مصر تعتبرها من قضاء الأمن القومي فبالتالي أثيوبي تفتكر أن القوة السياسية المدنية لديها علاقات معها جيدة علاقات ممكن من خلالها تؤثر على المستقبل القرار السياسي المرتبط بصد النهضة وتعتبر أن الجانب العسكري لديها علاقات قوية مع مصر ومصر هي صاحب التأثير كبير جدا عن المؤسسة العسكرية السودانية كل هذه العوامل المجتمعة تجعل أن الموقف الأثيوبي يزعى من خلال هذا الأمر أنه يتؤكد على أن هناك فراغ سياسي ومن خلاله يمكن أن يتم تشكيل حكومة في المنفى وكذلك التدخل العسكري في السودان باعتبار أن هذا الأمر سيكون في صالح آخر كتلة سياسية كانت فيها حاضرة وهي قوى الحرية والتغيير المجلس المركز المتواجد حاليا في أثيوبيا فبالتالي الجانب الأثيوبي ينظر إلى هذه المزال بهذه الأبعاد كذلك الجانب الأثيوبيا في تقديره هناك أجزية أيضا مهمة أشار لها الأستاذ الكريم لكن لم يكمل في تقدير التوصيفة باعتبار أن إذا كان النظام السياسي في الخرطوم هو معادل أثيوبيا أو بينهم نرغات خلافة كثيرة أو كبيرة يمكن أن تكون هذه أيضا مقدمة لإحتضان المعارضة أسواء كان التجراي باعتبارهم مجاورين للحدود السودانية أو حتى جفهة بني شانغول باعتبار أن الآن هناك عديد من الأصوات من أبناء بني شانغول يتحدثون بشكل مباشر بأن يديهم رغبة في حق تقرير المصير أو العودة إلى السودان وما إلى ذلك فهذه أيضا الجفعة إذا تم دعمها من السودان سيكون مهدد كبير جدا على أمن واستغرار أثيوبيا فضلا عن أشكالية إقليم الأقودين الأروم وما إلى ذلك فهذه التحديات أيضا أثيوبيا تنظر إلى الجانب السوداني بشكل من الريبة والخوف بحيث أن حتى النظام المل الزناوي الذي وصل إلى الحكم كان بدعم مباشر من السلطات السودانية عند إذن فكل هذه العوامب تجعل أن أثيوبيا تتعامل مع الأزمة السودانية بالتعاطي ومحاولة أن يكون شركاء أو حلفاء في السلطة عكس المجموعة المناوية لها أو التي بينها وبين التيارات السياسية المناوية أو مناركة تباين كبير فيها طيب دعني أنتقل بهذه النقطة لأستاذ عبدالرحان برأيك هل أبي أحمد عجزة عن تجاوز الموقف السوداني دبان الحرب الأثيوبيا في أقليم تقرائيا حيث كان دائما يعني يشير إلى أن السودان يدعم المتمردين في أقليم تقرائيا بينما السياسة وفرق استطاع أن يتبنى وجهة أكثر استراتيجية هناك بالفعل كانت اتهامات أثيوبية بإيواء السودان لمصلحين من التقرائي الذين فروا من شمال أثيوبيا لبان الحرب الأهلية وهذه القوة حتى تعدادها كان يقال أنها تصل إلى حوالي 20 ألف مجند وكان فيها أيضا من القادة العسكريين الذين قدموا في دول الأمم أو قوات الأمم المتحدة في جنوب السودان وغيرها من الأماكن السودانية نعم فلهذا هذا التخوف موجود مطالب التقرائي كذلك تشير إلى أن يفتح لها الطريق إلى حدود السودان الإقليم التابع لهذه المنطقة هو إقليم الولقايت المتنازع عليه بين الأمحرة والتقرائي وهذه المنطقة تعتبر بالنسبة للتقرائي استراتيجية من الناحية العسكرية وكذلك من الناحية الاقتصادية هي أراضي زراعية كبيرة جدا وهي امتداد لغرب أو لشرق السودان المنفذ الوحيد لإقليم تقرائي وشكة وغيرها تعتبر امتداد لمنطقة الولقايت في الجهة الثانية نعم فلهذا يعني هناك تخوف من الحكومات الأثيوبية أو الحكومة الأثيوبية وكذلك إلى حد كبير الحكومة هل أبي أحمد يأخذ الآن موقف مماثل للموقف السوداني إذبان تلك الحرب لا أعتقد يستطيع أن يفعل ذلك وهو بدايته كانت مجرد اتهامات ولم تصل إلى ممكن حتى قطع العلاقات الدبلوماسية أو يعني بشكل رسمي رفع الشكوى ضد السودان يعني هي كانت مجرد أخبار تصدر من أثيوبية من جهة مسؤولة ولكن دون أن ترفع إلى أعلى مستويات يعني لهذا ليست من مصلحة أبي أحمد كحكومة ومن مصلحة أثيوبية أيضا كدولة الدخول في صراع مع السودان حتى لو كان مثلا احتضان السودان لبعض المعارضين الأثيوبين أمور أخرى هي تتعلق بمنطقة الفشقة وأستاذ محمد كان أشار إليها أو سرع فشقة قلت هذه منطقة البني شنقول فيها يوجد السد النهضة ويعتبر هذا على بعد عشرة كيلومترات من الحدود السودانية وبني شنقول كمجتمع هو أقرب إلى السودان منه إلى باقي باقي شعوب أثيوبيا أثيوبيا هي متشعبة ولكن بشكل عام أقرب إلى السودان ولهم حركة تطالب بحق تغرير المصير فلهذا إذا احتضن السودان ولأكثر من سبب غير أن هذه المنطقة تعتبر تاريخيا امتداد للسودان لكن الآن وجود سد النهضة في هذه المنطقة يجعل من هذه المنطقة أكثر أهمية حتى لدعم أي تحرك في هذه المنطقة من قبل السودان وإلى حد ما من قبل السودان أتيح لك إكمال الفكرة إن سمحت لي بعد فاصل أعود لك بعده أعزائي المشاهدين فاصل نعود لكم بعده من قبل السودان مرحبا بكم مشاهديك كرام في هذا الجزء الثاني برنامج ملفات الإلكترية الذي نتناول فيه موقف أسمر من مبادرات الحل السوداني بناء أو على ضو تجدد الإعلان عن منبر جدة مفاوضات منبر جدة مرة أخرى معنا هنا في الستوديو الأستاذ عبد الرحمن السيد المحل السياسي ومعنا من باريس أستاذ محمد التورشين الباحث في شؤون الأفريقية فمرحبا بكم وبهم طيب السيد عبد الرحمن لعلنا الآن نعود إلى المواقف الرسمية الدولية خاصة فيما خص موقف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهي شريك أساسي في مفاوضات جدة جولات السابقة أو حتى هذه جولة جديدة التي تم الإعلان كيف يمكن توصيف الدور الأمريكي الدور الأمريكي حاليا يحاول أن يركز في المسائل الإنسانية والهدنة إنسانية وغيرها ولهذا حتى مؤتمر جدة كان يتعلق بهذا الجانب يعني أن الجانب الإنساني أكثر منه من طرح سياسي لحل أزمة السودان الدعوات الأخرى هي الدعوات الدبلوماسية يعني للجلوس وحل القضايا بشكل سلمي لكن لأمريكا طبعا بالإضافة إلى بعدها عن ما يدور في السودان بالذات في أيام حكم عمر البشير وما بعد الاستراتيجية كانت دائما عدائية للسودان ككيان ككل يعني ومشجعة لانقسام السودان إلى دويلات يعني ابتداء بالجنوب ومن ثم حتى استمرار نحو الغرب ومناطة أخرى هذه الاستراتيجية يعني لم يعاد النظر فيها وحتى تأتي باستراتيجية جديدة للتعاون مع الحكومة السودانية ولعلك تكون سمعت مثلا كانت هناك أمال بعد انفصال الجنوب أن يرفع مثلا يعني الحذر الاقتصادي وغيره من السودان ولكن لم يحصل لم يحصل هذا وحتى بعد إعادة التواصل السوداني مع إسرائيل كذلك كانت هناك أمال لأن تكون تعاون ومساعدات اقتصادية أمريكية للسودان ولم يحصل هذا وما زال السودان في قائمة الدول المحذورة حتى عندما تقدم للتأشير إلى أمريكا فإذا كنت حتى أجنبي ولكن زرت السودان لسبب وآخر فهذا يكون سبب كافي لمنعك من دخول الولايات المتحدة الأمريكية فإذا هذا الموقف بالتأكيد لا يجعل من الولايات المتحدة الوسيط المناسب لطرح حلول ومساعدة الوصول إلى هذه الحلول فهذا ما أراه بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية لكن بالنسبة للدول الأخرى كالسعودية والإمارات هذه الدول لها ارتباطات وعلاقات بالسودان سواء كانت حكومات أو مجتمع مدني وكذلك يعني أعداد كبيرة من السودانين يعيش في هذه الدول كموظفين وعمال وغيرهم فهناك مصالح مشتركة بالإضافة إلى الجيرة بالذات السعودية مع السودان لكن دور هذه الدول أيضا يكون بعد دور مصر وبقية دول الجوار السوداني لا يمكن أن يكون مكان هذه الدول فمهما طرحت من حلول يجب أن تكون داعمة لدور مصر يبقى دور مصري هو الأهم الأهم بكثير من أي دور آخر فأي دور آخر ما لم يكن داعم للموقف المصري فنسبة نجاحه دائما تكون أقل بكثير طيب محمد ترشين كيف تقرأ بجانبك الموقف الأمريكي وربما هذا الموقف من الموقف القليلة التي لم يصح فيها الأمريكان عن يعني موقفهم بشكل واضح أو حتى ميولهم نحو أحد طرفي الصراء هو طبعا الموقف الأمريكي موقف معقد جدا وتتداخل فيه كثير من الأشياء لكن يمكن إجماله في حقيقة واحدة عطفا على ما ذكره الأستاذ القريم أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر للمؤسسة العسكرية باعتبارها هي امتدات لأن النظام معقدي أو أيديولوجي ظل حكم السودان أكثر من 30 عاما وبالتالي من الصعب جدا التعاطي معه أو استنساق نموذج لمؤسسة عسكرية معترفة تحقق القيمة الأمريكية والقيمة الليبرالية في الاتجاه الآخر تنظر للدعم السريع أيضا بأنها مليشيا اتكبت ومارسة الانتهاكات والقصائف لذا ما وراء الصطور في تقدير الموقف الأمريكي يهدف لاستمرار الحرب إلى مرحلة الماء أو إلى نقطة ماء بهدف استنزاق قدرات الطرفين وتصفية أكبر قدر ممكن من العناصر الممكن نسميها العناصر المرتبطة بالنظام الإسلامي في السودان في الجانب الآخر أيضا ينهج ويضعف العمود الفقري للدعم السريع من بعد محاولة فرض عملية سياسية بإشراق القوة السياسية ويكون من أهم شروط إعادة سياقة المؤسسة العسكري ويقل شروط وأطر جديدة وهذا الموقف من لاحظ التصريحات المسؤولين الأمريكان كذلك بعض الباحثين الذين لديهم تواصل جيد مع الإدارة الأمريكية وحتى القوة السياسية في كثير منهم يتحدثون في هذه العبارات أنا في تقدير هذا هو الموقف الأمريكي وربما الآن مباحثة جدة الإشارات بدأت تتحدث تخرج خارج الأسياق العام الذي كان فقط يتحدث عن الجوانب الإنسانية المتمثلة في إطلاق خدن وكذلك إيصال عن المساعدات الآن بدأ الحديث عن ضرورة أن يكون هناك مسائف سياسي من شأنه للحديث عن وقف إدارة لإطلاق النار وإجراء مباحثات بمعنى هناك أطراف مدنية ستكون حاضرة بغض النظر أن هل الأطراف تمثل غافة الشرائح أم لا لكن من المتوقع أن المجلس المركزي لقوة الحرية التغيير فقط يكون حاضر وفي حد ذاته هذه إشكالية جديدة بحيث أن الآن الكتلة السياسية الرجيسية في السودان الكتلة النموغراطية المجلس المركزي التغيير الجذري فضلا عن ذلك هناك شرائح عملت بتغيير النظام عمر البشير لكن لم تكن منخرطة في هذه التحالفات فإبعادها أيضا سيشكل تحدي جديد فأنا في تقدير هذا الطرح يمكن أن يشكل لنا بشكل عام الموقف الأمريكي باعتبار أن الآن حصل إنهاك وحصل بشكل أو بآخر إضعاف للقوى العسكرية للدعمة السريعة بشكل كبير جدا وإلى حد ما الجيش السوداني والاستجابة التي حدثت من شرائح واسعة كذلك من عناصر بارزة من المظام البايد للاستغفار غدر أوعدة كبير جدا من المقاتلين للجيش السوداني هذا ربما أيضا يجعل الإدارة الأمريكية تتحاد استشعر بالخطر الأكبر بأن إنخراط مثل هذه العناصر في الجيش السوداني سيعقد المهمة والتصور الأمريكي أكثر بأكثر ربما رأى أنه الآن حان الأوان أنه تقف الحرب وفقا للرؤية والتصور الأمريكي طيب فيما يخص الموقف الإسرائيلي كلا القيادات الطرفية النزاع البرهان وحميدتي كان لهم موقف إيجابي من عملة التطبيع مع إسرائيل أين يقف هذا الموقف خاصة في ظل تباعد الرؤية الإسرائيلية الأمريكية في كثير من قضايا الشرق الأوسط أولا إسرائيل الآن في ظل الأزمة الداخلية أصبحت هنا مشغولة بقضايا الداخلية أكثر من قضايا الخارجية الأزمة المرتبطة بإنشاء ويقامت علاقات جديدة يقلل صفقة القرنة والاتفاقيات الإبراهيمية كما يحلوا لهم بالزات في أفريقيا فبالرغم أن كانت في البداية متحمزة فإنها تكون هي وسيط بين الطرفي الصراع لكن لم تكلل هذه المساعد بنجاح أنا في تقديري بالرغم أن البرهان كان مهندس هذا التطبيع مع إسرائيل رغم رغم شرائح عريضة من الشعب السوداني لهذا التطبيع وكذلك شرائح كبيرة جدا من داخل المؤسسة العسكرية لكن البرهان فرض الأمر كأمر واقع بتنسيق مع القوة السياسية وبحكم أنه الغايدة لعاية للجيش ومثل هذه الأمور في المؤسسات العسكرية لن تسمع صوات كثيرة معطردة بالصريحة العبارة كالمؤسسات المدنية لأن الاعتراض على مثل هذه الغرارات بمثابة التمرد لكنها في تقديري القضايا الإسرائيل وفرت للدعم السريع كما تتطور فيما تعلق بالتجسس والتجويش كما فعلت فاقنا لكن الآن الأجانب الإسرائيل هنا في تقديري غير متخوف كثيرا بحيث أنه إذا انتصر الجيش على رأسه المرهن ربما تمضي الاتفاقية المرتفة والتطبيع غدما نحو الأمام بشكل أو بآخر ربما يحدث بعض الطباط أو التأخير أو ما إلى ذلك لكن ستمضي وإذا الدعم السريع حقق مكاسبه بالرغم أنها بطول الزمن أصبح يفقد الكثير من عناصر القوى التي كانوا يمكن أن يحقق بها مكاسب كانت على قصة تكون بشكل مختلف وبشكل جيد لأن قيادة الدعم السريع بما فيه محمد حمدان داكله كان له توارون خشية بين إسرائيل الدولة الدموقراطية ويمكن الاستعانة بها وما إلى ذلك وبالتالي في كل الأحوال الآن إسرائيل على الأزمة السودانية بتعقيداتها أو بإشكالياتها فضلا عن أزماتها الداخلية والتعقيدات التي تعيشها لا تهتم كثيرا بالأزمة السودانية فقط ربما هي بحالة لانتصار الطرف أو تحقيق تسبية سياسية ومن بعد أن تطعاط لا سيما بأن الإمارات كان لها دور كبير جدا في توجيه البرهان ومحمد حمدان دبلو ننفع هذه العلاقات فهذا أيضا مرتبط بطبيعة النظام السياسي الغالي إذا كان لديه علاقات جيدة مع الإمارات ربما ينضي غضما في هذا المسار مسار التطبيع أو إذا كان ليس لديه التواصل جيد مع الإمارات والعلاقات أصبحت متوترة شيئا ما فأيضا سينعكس على علاقة مع إسرائيل طيب واضح محمد ابقى معي أستاذ عبد الرحمن قمة قاهرة قبلها قمة الإيقاد الآن من برجدة الدور إماراتي إسرائيلي أمريكي وغيره برأيك أين يكون الحل في الأزمة السودانية كلما طالت الحرب كلما تعقدت الأمور أكثر فأكثر في بداية الحديث عن هذه الحرب عندما بدأت وقبلها أعتقد في هذا البرنامج تحدثنا يعني وجود جيشين متوازيين في دولة واحدة دائما هو يعتبر يعني سبب من أسباب افتعال المشاكل والحروب يعني فبطبيعة الحالة الآن طبعا وصلت الأزمة إلى وجود كيان موازل للجيش السوداني نعم ولا يمكن حتى إجباره على التخلي عن السلاح والدخول في الجيش أو كمان أن يذب إلى أماكن أخرى يعني عمال الزراعة وغيرها من الأمور يعني أصبح الآن له علاقات دولية وله أيضا وجود وله سيطرة كاملة شبه أو شبه كاملة في الخرطوم العاصمة يعني زمان الحروب في السودان كانت تكون بعيدة من المركز يعني نعم في الأطراف لكن الآن هي داخل العاصمة يعني وبالتالي الآن الدولة كلها تعتبر مشلولة إلى حد كبير يعني فلهذا الآن المشكلة السودانية معقدة جدا يعني تحتاج إلى بالفعل تضافر الدول الجوار بقيادة مصر وكذلك دعم دولي لهذه الدول لهذه الدول سواء كانت من دول الإقليم كالسعودية والإمارات وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لكن الحل أيضا يجب أن يجيب على أسباب هذه المشكلة يعني ما هي الأسباب ومن ثم ممكن أن تكون الحلول المطروحة مرضية للأطراف كلها يعني سواء كانت في الدائرة الأولى أو الثانية أو الثالثة الدعم السريع هو قوة غير حكومية أو كمان قوة تعتبر يعني ميليشيا قيمة لدعم الجيش الرسمي أو الجيش الوطني يعني إذن ينبغي أن يكون هذا هو الأساس بالنسبة لحل هذه القضية للدعم السريع طبعا مطالب أو كمان يعني مآخذ على قيادة الجيش وليس الجيش ككل ليست لهم حسب تسريحاتهم ليست لهم مشكلة مع الجيش كمؤسسة وإنما مشكلتهم هي مع البرهان ومن معه من قيادات الجيش فيجب أيضا الحل أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار وممكن يطلب من البرهان ومن معه وهم كلهم تقريبا في العقد السادس أو السابع من العمر فبالتالي ممكن أن يحالوا إلى المعاش وتكون لهم حصانة من المطاردة القانونية لأي أشكال قد يكونوا تورطوا فيه في السابقة أو في الحاضر ومن ثم أيضا جعل الدعم السريع بعد أن تجيب على مطالبه ممكن أن أيضا أن يجيب على مطالب الجيش وهي مطالب الشعب ككل أن يكون هناك جيش واحد موحد في داخل السودان يأتمر بإمر قائدة موحدة قيادة موحدة للجيش هذا مهم جدا طيب طيب في هذه الحالة حميتي اعتبار القائد الدعم السريع هو لا يستطيع أن يتخلى على كل هذه المكتسبات سواء كانت العسكرية والاقتصادية كذلك بكل سهولة فيأخذ هذا أيضا في الاعتبار فربما يعطى الضمانات مثلا أن يتحول إلى حزب سياسي إذا كان عنده رغبة في الوصول إلى السلطة وربما أن يحتفظ ببعض المكاسب الاقتصادية التي حققها خلال الشهور والسنوات الماضية وأن يتخلى عن الجانب العسكري وممكن أن يحتفظ بقليل من الحراسة الشخصية ومن ثم الدخول في المعتركة السياسي للوصول إلى السلطة وهذا ليس بغريب في السودان يعني هناك أسر بالفعل تقود حزب الأمة وحزب الاتحاد الديمقراطي وغيرها فأن تكون هناك أيضا آل دوغلو أن يكون لهم حزب تحت قيادتهم وأن يمارسوا الحياة السياسية من خلال مثل هذه الأحزاب فأعتقد هذا تفكير بصوت عالي ولكن يجب أن تأخذ مطامع أو طموحات الفئات المتناحرة وكذلك المخاوف ومن ثم تذهب إلى الدائرة الثانية وكذلك تفعل نفس البرنامج أن تنظر إلى مخاوف ومصالح هذه الدول والوصول إلى طرح حل يكون مرضي لكل الأطراف طيب محمد ترشين لدينا النموذج السوري ولدينا النموذج الليبي في أزمة مشابهة للأزمة السودانية برأيك مع الأخذ بالاعتبار في مصالح الدول المؤثرة في القضية السودانية أي النموذجين يكون أقرب للنموذج السوداني والله حتى الآن النموذج السوري هو بعيد لأن النموذج السوري هناك شعب انتفض خرية لتغيير النظام السياسي والنظام السياسي واجهه بالعنف بالقوة بالاستبداد يعني الحالة الليبية هي الأقرب لكن هناك بعض التفاصيل وكذلك بعض الأحداث هي التي تظل تميز الحالة السودانية عن الليبي والحالة الليبية عن السودانية بحيث أن الوضع في ليبيا استطاعت المجموعاتين المتقاتلتين أنها تسيطر على مناطق وتكون لديها قواعد وأنصار ومدن بعينها تدين بالولاء الأمر الذي أحقد المشهد أكثر في أكثر حتى الآن الدعم السريع في استراتيجته ما اعتمد على هذه المقاربة فقط كان سعى لأنه غير نظام الحكم باستبدال القيادات الحالية وتقديمها للمحاكمة والتصريحات الشهيرة في الأيام الأولى لكن لم ينجح المخطط وحتى الآن أنا في تقديري محاولة استنساق النموذج اللي بإحصاب جدا ستواجه بالمقاومة وربما بالقمع لا سيما إذا تهور النعم السريع وحاول أن يفرط هذا النظام في دارفور باعتبار هي أكثر المناطق ملاءمة والبيئة فيها تتوفر بشكل كبير باعتبارها بعيدة عن العاصمة منالك الصعوبة للوصول نتيجة للتعقد في وسائل الحركة والموصلات فضلا عن ذلك البيئة المجتمعية هي متقبلة ومستقبلة لفكرة التمرد على الدولة المركزية وهذا حدث منذ العام 2002-2003 لكن في الاتجاه الآخر الدعم السريع هو ارتكب جرائم وانتهاكات في حق المدينيين العزة النفس الممارسات التي يمارسها الآن في الخرطوب مارسها من قبل في دارفور إزاء المجموعات والحواطنة الاجتماعية التي انطلقت منها الحركات المسلحة عبسطة الحركات التي وقع دائرة تنقي الجول السلام والتي لم توقع أيضا فبالتالي من الصعب جدا أن يجد طرحيب وقبول من كل المجتمعات أو حتى التسريبات التي حاول من خلالها محمد حمدان نقول أن يلتقي بسلطان بحر الدين ويقدم تسريحات وتفسيرات لما حدث في الجنينة لكن رفض فهذا ما يعكد لك أن هناك شرق اجتماعي ورفض لممارسات حتى أولا حضور الدعم السريع بأي حال من الأحوال فأنا في تقدير الحالة السودانية حالة معقدة تدخل فيها الكثير من التفاصيل والتعقيلات لا سيما التفاصيل الهيكلية الموجودة في الدولة السودانية الدولة السودانية فيها اختلالات هيكلية كبيرة جدا في مؤسسات الدولة بدءا من المؤسسة العسكرية وانتهام بآخر مؤسسة فيها إشكالية واختلالات حقيقية في العمل السياسي وممارسات القوى السياسية في إشكالية حقيقية في محاولة تصنيف الحياة السياسية بشكل عام والحياة السودانية بشكل عام أبيض أسود إلى المريق إسلاميين علمانيين أو يساريين الآن الجيش دعم سريع مسألة إقلاق أفاق التفكير بساطة عالي أو إخفاق السياسيين السودانين دوما في إيجاد حل ثالث أو طريق ثالث أنا في تقدير يسير عقد المشكلة والآن الملامح أصبح تأثر تعقيدا فكانت القوى السياسية تذهب بشكل مباشر في الطريق الثالث لكن الآن نرى أغلبية القوى السياسية لا سيئة مرحوة الفاعل أصبحت مصطفى أما مع الجيش في خندق واحد أما مع الدعم السريعين كانت التصريحات أو الأقوال يقولون عكس ذلك لكن من خلال الممارسات من خلال التواصل نشهد بأن هذا هو الحال الذي نعيشه فأنا في تقدير الأزمة السودانية كما تفضل الدكتور حل واضح هو الطرح الذي تحدث به الأستاذ الكريم أنا تحدثت به من اللحظات الأولى بأن يكون هناك مبدأ مفتاح التنحي وأن يتم فرض ذلك على قيار العسكرية للجيش السوداني الحالي وعلى قيارات الدعم السريع لكن للأسف الشديد كما أسلفت أن هناك قوة بتعتبر أن المؤسستين ينبغي يضعفهم إلى آخر نقطة ومن بعد الحديث عن الحل السياسي وهذا للأسف الشديد ستكون تكاليفه الإنسانية عالية جدا على المستوى الإغليمي لدول الجوار السوداني وكذلك حتى على المجتمع السوداني نعم واضح شكرا شكرا وصلنا نهاية حلقة اليوم شكرا لك محمد ترشين الباحث في الشؤون الأفريقية والشكر للمحل السياسي والخبير في قضايا القرن الأفريقية والسعد عبد الرحمن السيد والشكر لموصول لكم أعزائي المشاهدين أتركوا في رعاية الله واتقيكم الأسبوع القادم